تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع خمسة ألاف وحدة سكنية التي أمر بها سمو خلال الملتقى الحكومي الفين وثمانية عشر علن وزير الإسكان سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن بدء الوزارة بتوزيع وحدات مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني على المستفدين وقال الوزير إن مشروع مدينة شرق الحد يعد أحد الروافد الأساسية لبرنامج وزارة الإسكان الخاص بتنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة بشأن بناء خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية المنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء أربعين ألف وحدة سكنية مؤكدا أن ما تحقق من منجزات على صعيد الخدمات الإسكانية وسرعة وطيرة المشاريع والتوزيعات تأتي متماشية مع تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية الفين وثلاثين كما ويعكس الجهد المبذول من أجل تلبية رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن الإسرع في تلبية الطلبات الإسكانية وأشار وزير الإسكان إلى عملية التوزيع إلى أنها ستستمر على دفعات متتالية حتى منتصف الأسبوع المقبل السعاب أعداد المستفيدين بصورة منظمة مشيرا إلى أن الوحدات التي يتم توزيعها البالغ عددها 487 وحدة سكنية بحيب شاهين مكتملة بنسب الإنجاز كلا كل الأعمال الإنشائية والبنى التحتية بنسبة 100% وأضاف بأنه يجب إلى جانب هذه الوحدات السكنية الجاهزة تم الانتهاء من تجهيز الحدائق المخصصة للأطفال والمساحات المفتوحة وأعمال التشجير في المدينة بناء على توجيه سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد اليوم وزير الإسكان تستقبل أهالي مدينة شرق الحد وهذه حقيقة مناسبة سعيدة لنا كلنا في وزير الإسكان أن استطعنا نهيئ المدينة الثالثة للسكن بعد مدينة سلمان ومدينة خليفة تأتي مدينة شرق الحد وطبعا اليوم بإذن الله تعالى الجزء الأول من حي بشاهين رح إن شاء الله يتم توزيعه على أمل أن نستكمل ما تبقى من حي بشاهين خلال هذا العام وإن شاء الله أيضا خلال هذا العام نأمل أن نوزع جزء من حي الجليعة وقبل ثلاثة وأربع سابيع من الآن سلمنا الوحدات السكنية عفوا القسام السكنية اللي تقع في حي أم الشير فاليوم نرى أن مدينة شرق الحد قاعدة يتم استكمالها إن شاء الله بشكل تدريجي وتكون متاحة إن شاء الله للسكن بالكثير أكثر من 80% إن شاء الله من طاقتها بتكون مهيئة للسكن مع بداية العام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة